طب انا معي اتصال من ليلة أهلاً يا ليلة اتفضلي انا انت عندي مشكلة وكنت عايزة في بلدة الشيخ يقول لي حلها اتفضلي انا عندي جوزي يعني على طول بيخلني مع الشغالة مثل مراجبها لليت أو كده يا سيدي وهو اللي بيقول يعني انا بحس بالموضوع ولما بوجه أو حاجة بينكر في الأول وبعد كده لما بعمل مشكلة وكده بيرجع وقول اه حطر كده وانا مش هعمل كده تاني ودي اخر مرة وبيبقى فيها اعداد طبعاً بين اهلي واهله ده ايه يعني كل شغالة تجي بيها يحصل كده يعتبر اه يعني فترة مثلاً انا بجيب مثلاً المصرية ممكن يحصل معا كده بقعد فترة ما جيبش حد بعد كده جيب حد تاني مثلاً حد كبير فطبعاً ما بيحصلش حاجة يعني يعني كل فترات متبعدة يعني مش شرط كل واحدة بس بيبقى حصل يعني وهو نعجي اسأل سؤال بس خيانة كاملة بالمعنى المفهول وبيتحرش بيها يعني بيضيقها لا خيانة كاملة طب ايه اللي عرفك هو بيقول يعني اخر موقف مثلاً اخر شغالة كانت موجودة كانت معانا بقالها ست شهور فانا حصيت ان في حاجات كده يعني حصيت ان في حاجة مش طبعية وبعدين انا حلمت حلم ان هي بتسرقني وبتحاول تخنقني يعني قمت من الحلم ده مخنوقة قوي فقلت لأ هو كده ده دليل من ربنا ان في حاجة مش كويسة انا كنت برضو فاعات بحلم باحلام معينة وفعلاً بلقيها فعلاً حقيقة فاول ما تروح تقولي له يعترف لأ ما بيعترفش بينكر يعني اخر موقف لما انا حلمت الحلم ده قلت انا همشيها وعملت مشكلة كبيرة وقلت له لأ انا عايز اتطلق انا مش عايز اعيش معاه طب ما يمكن يا بنت يعني انت متأكدة ان هو عمل معا حاجة ما يمكن ما عملش فقال لي ما هو اكمل بقى انا هكمل لما حصل فقال لي لأ انا ما حصلش اي حاجة انا ما عملتش اي حاجة ومش عارف ايه وانا فدقته ووالدي قال لي لو لو اتكررت الخيانة او اي حاجة خلاص ما تعشيش معاه تاني وهي مشيت خلاص فانا كان عندي مشكلة مع ابني في المدرسة مشكلة بينه بنواحد صاحب كانت كبيرة جدا يعني وطالما ان احنا نجيب اخصائي نفساني نروح له ونتكلم معي عشان الولد فهو وهو بيتكلم معي قال له قال له ده فلانة مستعدة ترجع وتشتغل ببلاش بس مقابل كذا وده هي مش ايه يعني كلام كده يعني انا سمعت الكلام ده وحستت ان انا ابنك هو اللي بيقول? لا هو ايه الاب والام بيقعدوا مع الاخصائي عشان خاطر يعرف مشكلة الولد اه فهو احنا بنحكي معاه فانا قلت له ده هو بيعمل كذا وكذا وانا كذا بدايق وش عارف انا بحكيله يعني ان في حاجات مدايقاني يعني قلت فرصة اه فهو ام رد عليه واعترف بنفسه ان هو يعني ان هو خلي معاها معلنا الشك يعني انا كنت شكة اه يعني هو اعترف قدام الاخصائي اه اعترف قدامه اه اعترف وقال ان هي يعني قل كل حاجة اه انا اسمعت الكلام دوت وطبعا جات لي صدمة اه فطبعا انا كان موضوع مشكلة بنتي وكذا فانا قلت سافر زد يومين ثلاثة اغير جو ابعد يعني وافكر فخدت اختي وسافرت في مكان ثلاثة يام اه في اخر يوم ما انا راجع من السفر ابني ناتيكت وظهرت اه فالولد اللي هو مع المشكلة ده شالمت بجيني فااااااا فمسك الولد ابني ده هو اصلا تعال تاعد يشرب ااااااااااااااااا وكذا اه وفيه واحد صاحبه بيجيب له الحاجات دي فانا كلمته صاحبه قبل ما انا نسفها قلت له من فضلك الولاد قاعدين مع الواحده هو عا تجيب له حاجة عشان خاطر هو لما بيشرب ممكن يفقد هو عا بيجي له كهرابي زيادة في المخ فممكن يتعب على حاجة وانا مش موجودة وانا محتاجة اخطل شوية بعدين اه اعرف هعمل ايه في حياتي المهمة فلما عارفنا تكت الولد مسك الولد ضربه ضرب مبرح جاب له الاول كادمة في الشبكية وبعد كده عملنا انظر تشح في الشبكية كلام ده بقى له بالضبط ست ايام وتخيط سبع ورد وكاده كسر في ايده وطبعا من شاشة ابنك عنده كم سنة عنده 14 سنة ومصف تلت عليه وهو كان شارب ساعتها وهو بيدربه اكيد هو مش هيدربه الضرب اللي يوصل للغرز ده حاجة تانية بقى خالص غير موضوع الخيانة ده احنا نخلنا في ليلة تانية اه غير موضوع الخيانة الولد طبعا بالوقتي مش شايف بعنيه لحول ولا قوة الولد مش شايف بعنيه وطبعا لما حصل كده اه انا كلمت والدي قلتلي هو ما ينفعش يقض في البيت هو لو سمحتي يسير البيت اني انا عندي ولدي يعني عندهم امتحانات الاسبوع الجاي طيب ايه سؤالك قوليلي انا طالبة الطلاق يعني عايز اطلق وعايز اعرف يعني هو ده الحل انا عايز اسأل سؤال يا فندم في اللي ممكن اتفضل هو اعزكم الله كان الخيانة بتتم ازاي وامتا معايز افهم يعني بيختلي بها امتا في البيت انت بتسيب البيت يعني وتمشي اه انا بشتغل كتير يعني بقى بلا البيت كتير طب ما انت كده انت غلطانة برضو عليش هنتكلم بعد ما تقفلي بقى لا يعني هي ست في الشوق لا اهو غلطان مليون غلط يعني انا الوقت بصور من الصبح هو غلطان مليون غلط غلطان مليون غلط ايوة 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 بتريد بتشتغل اه هو برضو بيدينا 4000 في الشهر واحنا مصارفنا كتير فانا اللي بادخل ولاد المدارس طب بدل ما تشتغلي ما تقوم بشغل بيتك احسن لا ثواني بس يا فضلت الشيخ بتقولك هو بيديوه 4000 والولاد في مدارس انت اللي بتتفايل مصاريف المدارس اه انا اللي بتتفايل مصاريف المدارس وهو مثلا هل هل يعني مش مورني هو يعني هو مثلا لما تقعد هيبقى هيبقى لا هو كان بيخلني اطمى اشتغل هيبقالت لحضرتك اه انا بقالي سنتين في الشغل ده قبل كده انا كنت اصلا قعدة في البيت هو بيخلني من الاول يوم من وانا حمل في ولادي يعني من اول ما تجوزني خالص اطمى هو كان بيخلني يعني الموضوع ده مش مثلا عشان انا اشتغلت وانت معا بقالك كم سنة بقى كده انا بقالي ستاشر سنة بالجوز طب ايه اللي مسكتك بقى انا مدوع الخيانة طالما هو خانك من اول يوم في الحمل واول جواز سكت الحد ستاشر سنة ليه ما انا في الاول قلت عشان خاطر الولاد وبعد كده عشان خاطر خلفتي طب عشان خاطر الولاد ما يتشردون وكل ما بجعل او عايز اسيبه لاهل يتذكروا انا والدي رفض الطلاق نهائي اه دي مشكلة مشكلة مجتمعنا الظالم للست عشان خاطرهم ايه ده فتح عين الواد ده الواد ما بقاش يشوف بعينه عشان خاطر ولادك يجراهم ايه انيل من كده ده انت تسيبيه عشان خاطر العيال مش تخليك معاش قدر استغسى الله العظيم يا رب طيب طيب يا ليلة حاضر هنرد عليكي بس بعد الفاصل اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية طيب احنا امام يعني رجل ما بيتقيش ربنا في نفسه مابدأ ايان الاول مابدأيش ربنا في امراته مابدأيش ربنا في عياله درب الواد الصغير وخلص بواص له الشبكة والواد ما بقاش يشوف كل ده من ايه شرب الخمرة مش حاسس بنفسه باي شغالة بتيجي بيتعامل معاه حيجي دلوقتي انا بس بس أل حضرتك الغلط على مين هل اي ستة بتشتغل تلام على انها بتشتغل فجزها بيعمل ولا حيجي بقى اشرح لي كده بس يا فاني بصلى على الحبيب علي افضل صلاة والسلام اولا هتتفاجئ لما اقولك حاجة وبالراحة عليها يا سيدي الله يستحالك بالراحة اولا يا فاني باول لقطة من الامور المهمة جدا ان المجتمع بزعل جدا لما يقولوا ما عندناش طلاق وانا على الهوى ما بشجعش على الطلاق مش هنقوله خراب ده ضمار للأسرة بس احيانا بيبقى الطلاق هو الحل الاوحد فماش عايز اسمع اب يقول لي بنته بعد ما اتضمرت زي دي بعد ما اتضمرت زي دي وتهانت وتزلت وبتشتغل وزوجها قاعد في البيت يشرب ويذكر وابوها يقول لها ما عندناش طلاق لا يا فاني ما عليشش انا باعتذر لا ده انا اجي بنفسي لو الامور دي صادقة سمعنا من طرف واحد ما سمعناش طرف التاني لا انا اطلقها بنفسي واقول حلال الطلاق في الامور دي واللي احل الطلاق هو اللي احل الزواج تلك واحدة الامر التاني بنادي على كل راجل ونقل بالاية كده يا سيد دعا معايا اعزكم الله لو انت اللي اكتشفت خيانة مراتك هيبقى الحل ايه لا ده احنا ليه مجتمع ظالم يا فاني بحيطة دي بالزال حاجة غير مقبولة طبعا عارف الواحد لو خان يقول لك دراجل شوفوا المصيبة وسيبها سيبها معايا وممكن مراته ملكة جميل يقول لك يا عم دراجل ما يتعيبش طب لو الواحدة بقى وقفت بس مع واحد لا والدنيا خير من الله يا اخي هو ربنا صحوه وتعالى لم يميز بالزكرة والانثة غير في المواريس في الاخوة والاخوات بس انما ان من عمل صالحا من ذكر او انثة وهو مؤمن برضو اللي عمل سيء ذكرة او انثة هيحاسب دي نقطة نقطة التانية انا بحيي الستة الشغالة وربنا يديك الصحة اللي هي العميلة يعني اللي بتحكي صاحبة القصة واي ستة في الدنيا بتشتغل كتر خيرك وربنا يعينك بس انا بناديه على الستات تشتغل ليه معاليش من راح علي اشتغل وربنا يعينك وقويك بس زوجك مطالب امام الله وامام القانون بالانفاق عليك من الالف الى الياء وما اللي هو عامل زي السيد ليه هو ربنا قال الرجال وقومونه على النساء وبما انفقه فانت اشتغل ما فيش ادنى مشكلة بس ما تبقاش تضطر للشغل وتتهاني وتتزلي وتقولي بشتغل دي واحدة التالية دي كلام مش واقعي يا فضلت الشيء مش واقعي انا مش بنهي عن عمل المرأة يا فانت بتشتغل المرأة بس انا بنهي على ايه مش حكاية نهي اللي بتشتغل تقولك بها سدولة مش رفاهية تصرفي على ولادك ليه هو المصرفش ماينفعش يبقى جوز لا لا معلش هي بتقولك ايه دلوقتي المصاريف كترت وكده وهو بيدي مثلا او مقدرته في الصرف صغيرة ويدي طب بيشتغل خبر مين اها اها بيشتغل طب ابوه اللي ما ابوه يديله ويساعده بدلا من مرضته تتبهد البرة دي نقطة نقطة التانية انا كنت بقول قبل الفاصل وستاده شختت فيها في الحد لا لا مش اخطش على العفو 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 يعني ايه ان هي ده هي الغلطانة عشان هي برة في الشغل انا مش بقول هي الغلطانة الوحيدة لا بقول هي مسؤولة في قضية الغلط مسؤولة في قضية الغلط ازاي يعني يعني الصح الشغالة ما تبقاش موجودة وانت غيبة هاتيها وانت موجودة بس مرضه ممكن يرد عليه وقول ده ممكن هو يجيب واحدة تانية واحدة تانية يجيب بقى بس انا اعمل العلية انا من باب خزو حزركم مش هسيب الشغالة مع جوزي اصلا مش طفل النبي يا فندم فطرة الانسي بكلم عليها هو مش طفل انا مش هسيب مع ابني حد علشان ابني انا ما راجلها نا ده اصعب بقى الرجل ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالث هو يتقل بقى الكلام ده اعمل بقوله هو ويتقل برضو الست بتسيبش جوزك مع حد برضو هاتيها وانت موجودة هو جاب بقى في غيابك وخيانك يبقى الخيانة هو ربني حزبه وعايز اقول لك ده راجل بيخون الزنا دين وسيرده منك ومن اهل بيتك وبشر الزنا بخراب بيته ولو بعد حين وكل شيء المرأة تصبر عليه إيه للخيانة يا بنت الحلال ابعادت حكما من اهله وحكما من اهلك ولو ما تعدلش والسيدنا النبي قال الخمر وام الخبائس ضرب بوز عين ابنك النهاردة هيبوز عينك انت بكرة وممكن يقتلك وممكن يضربك يحدفك من بلكونة لا اتقل لا ما تسيبش نفسك ولا تلقى بقى ايديكم الى التهلك بس انا ساعات يعني استغرب فكرة انه ايه ما تسمعوش كلام حد اوعد تتطلق لا بصراحة لا هو يا جماعة الكلام ده يعني حضرتك قلت يعني كلمة صحيحة من اللي حلل الزواج هو اللي حلل الطلاق والطلاق اذا ما جاش في هذه الحالة الصعبة ان انا ابوز عين ابني واخون مراطي ومش عارفة اعمل ايه ما لها تتطلق امتى واضرب ومصرفش ما لها تتطلق امتى يا جماعة اكثر من ما لها حصلت معايا يا فندي ما قول طلق ابوه يقول لا عليها كذا وكذا ما تتطلق وترجع تاني يوم يقول لي البيت موت نفسها ينظر انا بقولك هتتفاجئ وانا بقول له طب انا اروح بقى عرض الستة موت نفسها وتضمر نفسها ولا انا اعالك ومارد بنا خلق الطلاق ليه وديننا الاسلام ده ده الطلاق اكرم شيء للمرأة الطلاق مش اهانة يبقى بمنتهى الاريحية اطلق يا حبيبتي اطلق يقولي البابا ان شاء الله المقطع ده ينزل وتوريه لباباكي لانه ده ظلم بيّن انا بشكر حضرتك فضلت الشيخ احمد الصباغ عندنا فاصل قصير وانعد